سمعتها أم لا؟ قناة العربية سحابها من ليبيا خلال الساعات المقبلة إذن هذا خبر عاجل نقلاً عن مفادة الحدث ميس الحربي سيد محمد ميس الحربي مفادة الحدث ما هذا تطور المفاجئ؟ نحن بريئين في التناصح مع أن ينيرا هو التناصح والله إدارتها إن شاء الله رب يوفقهم الشباب اللي قائمين لكن تحس في نفسك منكم ما تعرفوش أنتم الرجال للأسف شي يقهر ويجروا بكم لا حول ولا قوة إلا بالله لأن التناصح معركة التقود هي معركة الوعي خلينا لازم نكونوا واضحين وللأسف أفشلت مخططات كثيرة ربي بارك في التناصح وأهل التناصح يجب هذه هي القناعة يجب أن تصل للجميع أن التناصح قاعدة حجر عثرة أمام الانقلاب على فبراير وعلى مشروع فبراير قاعدة حجر عثرة أمام الانقلاب العسكري والاستبدادي والديكتاتوري في ليبيا لأن التناصح ما فيهاش الهشك بالشك لأن التناصح ما فيهاش هزي يا وردة كنوا واضحين تناصح قناة العائلة الليبية تناصح قناة الحق وحتى لما نغلطوا نرجعوا وهذا يعلم الله يعلم الله يعلم الله أن يعني إدارة القناة خط أحمر عندها إذا غلطنا نعتدروا واللي مش متاكدين منها ما نقوله هاش واللي تسيئلنا نتبعدوا عليها لكن لا يعني أننا نصفق للباطل لا يعني أننا نقف مع الباطل مشروعنا واضح أنتم الآن بتصفوا حساباتكم أطلع عليه الميدان وتعال صفح حساباتكم مع التناصح وشوف كيف نديروه لك بعدين شوف بعدين أنت الرجلة كيف تبقى كانك راجل أطلع عليها بس حاجتك وتوي يوروك التناصح يبيعوك في السوق وانت بتفرج ما هي الحكاية هذه التناصح الفتنة لا 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 فيه كان ونحن نتأكدنا وإن المصحفيين قالوا لنا والحمد لله هذه صحفيين دوليين ولا بلك حتى لميس الحرب تبع دار الإفتان وللجارديون وللبي بي سي درتوا العار أرعوا روحكم أرعوا روحكم والشعب يخليه وعي راوي زي ما قلت لكم مقاسي ما قدروش عليها اليوم يبقوا يصفوا حساباتهم سواء مع حكومة الوحدة الوطنية سواء مع القنوات وانتم شفتوا العار اللي يستغلفها سياسيا شفتوه ترجمة نانسي قنقر